تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشملت برعايتها الكريمة حفل افتتاح المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية وفي تصريح لسموها حفظها الله بهذه المناسبة أكد تهمية إقامة الملتقيات العلمية والمعارض المتخصصة في تبادل الخبرات لتنمية واستمرار الأعمال التجارية مؤكدة أن إقامة المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال يعد فرصة مهمة لإبراز تجربة مملكة البحرين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإبراز قصص نجاح المرأة سيدة الأعمال والاستفادة أيضا من التجارب العالمية في معالجة التحديات ووضع الحلول وبينت قرينة عاهل البلاد المفدة أن مملكة البحرين اليوم فخورة بأنها أسست تحت مضلة المجلس الأعلى للمرأة نموذجا متكاملا للتمكين الاقتصادي للمرأة يراعي تدرج رائدة الأعمال منذ بدايتها للعمل التجاري الذي يبدأ من المنزل والتدرج معها بالتدريب والاستشارات والتمويل وخدمات الاحتضان إضافة إلى تأسيس مركز احتضان شامل مخصص فقط للمرأة ومحفظتين ماليتين للتمويل الميسر هما محفظة للمشاريع المتناهية الصغر ومحفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بميزانية تقدر بمائة وخمسة ملايين دولار أمريكي موزعة على المحفظتين وأكدت سموها أن المجلس الأعلى للمرأة يهتم بقياس تأثير دخول المرأة لسوق العمل الحر وارتباط ذلك باستقرارها الأسري وإقبالها على العمل في مؤسسات المجتمع المدني أو المجالس المحلية كالبلديات والبرلمان كنتيجة لتمكينها الاقتصادي وعربت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة عن شكريها لسمو الشيخة ثاجبة بن سلمان على رعايتها لأعمال جمعية سيدات الأعمال بشكل مستمر وحرص سموها على دعم الجمعية وتفعيل دورها كما هنأت صاحبة السمو الملكي جمعية سيدات الأعمال بمناسبة مرور قرابة خمسة عشرة سنة على إنشائها وتمنية سموها للقائمات على الجمعية مواصلة نشاطاتهم لدعم سيدات الأعمال البحرينيات والترويج لمجهوداتهن عالميا كما عربت سموها أيضا عن شكرها لجمعية سيدات الأعمال البحرينية على إقامة الملتقى والمعرض مشيدة سموها بحسن اختيار موضوعات الملتقى والمستوى العالي للحضور من متحدثين وعارضين ومشاركين ترجمة نانسي قنقر